السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من مقرر الإدارة المالية مقرر المال نعود إليكم عزاء الطلاب والطالبات من جديد فأهلا ومرحبا بكم كما عودناكم عزاء الطلاب والطالبات نسترجع ما تم تناول في الحصة السابقة من الفصل الثاني وهو فصل دور الأسواق المالية والوسطى المالية تناولنا في الدرس السابق دور المال طبعا دور المال يندرج ضمن دور الأسواق المالية فدور الأسواق المالية تناولنا أولا ألف دور المال عرفنا بداية ما هو المال وقلنا المال هو كل ما هو مقبول عامة كوسيلة للدفع مقابل الحصول على السلع والخدمات أو لسداد الدين إذن المال هو أي شيء يمكن قبوله لتبادل السلع والخدمات أو الدين هل نقصد هنا عزائي طلاب والطالبات المال هي الأوراق النقدية فقط؟ لا أي مال أستطيع ويكون مقبول أن أتبادل من خلاله السلع والخدمات ثواء كانت أوراق نقدية أو حوالات بنكية أو تبادل سلع بسلع فهنا تعتبر جميعها من المال حيث استخدم المال كذلك لتحويل القدرة الشرائية إلى المستقبل وهو الدور الثاني للمال إذن الدور الثاني للمال هو أنني أستطيع تحويل القدرة الشرائية إلى المستقبل الدور الأول كان هو وسيلة للدفع والتبادل إذن هنا الدور الأول الدور الثاني للمال هو القدرة الشرائية في المستقبل إذن هو الدور الثاني للمال حيث يعد بمثابة مخزن للقيمة من فترة زمانية إلى أخرى إذن أنا هنا أستطيع تخزين المال ويسمى مخزن القيمة لكي أستخدمه في فترة زمانية قد تكون في المستقبل ويمثل كل من لدي الأسهم، أستندات والمالية، حسابات الإدخار، العقارات، الذهب، وبراميل النفط، والمقتنيات الثمينة كالسيارات على سبيل المثال أو الساعات أو ما إلى ذلك وبعض من الأصول المتنوعة التي يمكن استخدامها لتخزين القيمة إذن جميع هذه الأصول كالأسهم، السندات المالية، الحسابات أستطيع جميعها أن أخزنها للمال أو أستخدمها لتخزين القيمة فكلها تعتبر أموال ولكن يتم تخزينها ويتسمى تخزين القيمة هل يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات؟ بكل تأكيد لا، فهي فقط لتخزين القيمة المالية أي أني أحتفظ بالمال على شكل أسهم، سندات، ذهب، براميل نفط وما إلى ذلك أخزنها لكي أستطيع استخدامها في المستقبل لكن عند تبادل السلع والخدمات هنا فقط أستخدم القيمة النقدية إذن أعزائي الطلاب، إذا أريد أن أحول هذه الجميع ما ذكرناها سابقاً كالسندات المالية وبراميل النفط والأسهم والذهب إلى قيمة نقدية في المستقبل ماذا أفعل؟ أريد في المستقبل أن أستخدمها لتبادل السلع والخدمات هنا تطرقنا بأنه يجب أن نحول هذه المقتنيات جميعها إلى السيولة لكي أستطيع تبادل السلع والخدمات فيها ماذا نقصد في السيولة؟ قلنا السيولة هي سهولة تحويل الأصل أي إن كانت مثل هنا الأسهم، السندات، حسابات الإدخار إلى أموال نقدية من دون تكبد خسائر لتبادل السلع والخدمات تناولنا أيضاً عزائي الطلاب والطالبات المعروض النقدي ماذا نقصد بالمعروض النقدي؟ هو إجمالي النقد المتداول وتناولنا هنا مقيس المعروض النقدي إذن أستطيع قياس المعروض النقدي الذي لدي في المجتمع أو في البيئة الاقتصادية من خلال عدة مقيس إذن مقيس هيكلة المعروض النقدي لدي المقياس التقليدي المعتمد في عدة مناطق هذا القياس الأول ورمزنا له بالرمز M1 ما هو القياس التقليدي المعتمد في عدة مناطق؟ هو مجموعة أو عفواً مجموعة العملات المادنية والعملات الورقية المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب كالحسابات الجارية والشيكات السياحية التي تعود إلى العملاء لدى مختلف مؤسسات الإيداع إذن ما هو المقياس التقليدي المعتمد في عدة مناطق؟ M1 هو مجموع مجموع ماذا؟ مجموع عملات سواء كانت هذه العملات عملات نقدية أم عملات مادنية يضاف إليها أيضاً الودائع تحت الطلب كالحسابات الجارية والشيكات السياحية ننتقل إلى المقياس الثاني ويسمى التعريف الأوسع للمعروض النقدي ويشار إليه بصفة عامة M2 إذن هذا المقياس الثاني على الودائع تحت الطلب إذن هنا لدي ودائع تحت الطلب أيضاً والعملات المادنية أيضاً والعملات الورقية ولكن يشمل أيضاً أشياء إضافية غير المقياس الأول ما هي هذه الأشياء الإضافية هي حسابات الإدخار العادية وأيضاً شهادات الإداء الصغيرة التي تطبق في بعض الدول إذن لدي مقياسين أستطيع منهما أو من خلالهما قياس المعروض النقدي انتقلنا بعدها إلى شكل مقياس التقليدي ألا وهو M1 والتعريف الأوسع للمعروض النقدي ألا هو M2 نرى الجدول إذن لدي هنا العناصر التي تدخل ضمن حساب المقياس على سبيل المثال العملات المادنية نجدها تدخل ضمن مقياس التقليدي M1 وتدخل أيضاً ضمن M2 العملات الورقية تدخل في كل من المقياسين الوداء تحت الطلب أيضاً تدخل في ضمن كل من المقياسين حسابات الإدخار نرى هنا أنها لا تدخل ضمن المقياس التقليدي M1 وتدخل ضمن المعروض النقدي M2 أيضاً شهادات الإداء الصغيرة نرى أنها لا تدخل أيضاً ضمن المقياس التقليدي ولكنها تدخل ضمن المعروض النقدي M2 ننتقل بإذن الله تعالى اليوم عزائي الطلاب والطالبات إلى دور معدلات العائد إذن نحن الآن في الأسواق المالية انتهينا من دور المال اليوم بإذن الله تعالى ننتقل إلى باء وهو دور معدلات العائد فهي بنا هدف درسنا لهذا اليوم سيكون هو فهم الفرق بين منحن العائد ولدي هنا ثلاثة أنواع من منحن العائد منحن العائد الإيجابي ومنحن العائد السلبي ومنحن العائد المسطح دعونا في البداية نعرف ما هو دور معدلات العائد تستخدم مناطق وأسواق كثيرة حول العالم مصطلحي المال ومعدل العائد معنى لكن أعزائي الطلاب والطالبات هل المال هو نفسه نقصد به معدلات العائد أو هل معدلات العائد هو نفسه المال أحسنتم بكل تأكيد لا الواقع هو أن لكل منهما معنى ودور مختلف عن الآخر فقلنا سابقا أن المال يعد وسيلة تبادل ترتبط قيمته بما يشتريه ونقصد هنا تبادل السلع والخدمات أما معدل العائد ماذا نقصد به؟ ركزوا معاي العائد بمعنى المفهوم عادة في إدارة الأعمال حول العالم هو كلفة الإئتمان إذا نقصد بالعائد هو كلفة الإئتمان أي نوضح أكثر هو السعر الذي يسدد مقابل استخدام الأموال تعود لشخص آخر إذن نقول أن العائد هو كلفة الإئتمان كيف؟ ونقصد هنا أنه السعر الذي يدفعه شركة ما أو شخص ما إلى شخص لديه مال يريد إقراضه إلى هذه الشركة أو إلى هذا الشخص أو عفوا لكي يحصل على المال من هذا الشخص سيدفع ما يسمى بالعائد أو كلفة الإئتمان وسنوضعها الآن أكثر إذن يعبر عن كلفة الإئتمان عادة بنسبة مئوية على سبيل المثال كخمسة بالمئة عشرة بالمئة عشرون بالمئة وما إلى ذلك إذن نتفق أن كلفة الإئتمان سنعبر عنها عادة بنسبة مئوية حيث تتحكم بشكل أو بآخر في تخصيص الأموال الإئتمانية الشحيحة إذن هذه النسبة ستقوم بالتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في تخصيص الأموال الإئتمانية الشحيحة عادة بين الاستخدامات التي تتنافس على الأموال كذلك فإن معدلات العائد نلاحظ هنا أنها تكون معدل العائد يكون عالي وترفع كلفة التأمين إذن معدلات العائد تكون عالية وترفع كلفة الإئتمان ومن ثم تثني عن عملية الإئتمان وبالتالي توجه الأموال الإئتمانية الشحيحة إلى أفضل الاستخدامات إذن هنا لدي مصادر أموال نريد استثمارها وتحقيق العائد من وراؤها من خلال الدين هذه الأموال قد تكون شحيحة قد تكون ليست بالشكل الكافي تكفي طلب السوق فهنا نريد استخدام هذه الأموال الشحيحة لاستخدام الأمثل بالاستثمارات الأمثل فكلما كانت هذه الأموال الشحيحة واستخداماتها محدودة ستكون كلفة العائد عالية ومعدلات العائد عليها أيضا مرتفعة تتعدد أنواع القروض على سبيل المثال لدي قرب برهن عقاري ودائما نسمع به لدي اعتمان تجاري لدي سندات ولدي أيضا أنواع كثيرة من أنواع القروض التي يحصل عليها الأفراد أو الشركات من قبل المؤسسة المالية مثل على سبيل المثال القروض الشخصية أو القروض الاستثمارية وهنا ذكرنا أيضا قرب برهن عقاري وما إلى ذلك وبالإضافة إلى تعدد أدوات الاعتمان إذن أدوات الاعتمان لديهم متعددة وذكرنا هنا مجموعة منها تتعدد كذلك معدلات كلفة الاعتمان طبقا لثلاثة عناصر العنصر الأول هو حجم المبلغ المقترض أيضا مدة القرض هل هي قصيرة الأجل أم طويلة الأجل أيضا الجدارة الاعتمانية للمقترض ونقصد هنا حجم المخاطرة في هذا القرض إذن تختلف أدوات التأمين وتختلف أنواع القروض والديون أيضا تبعا له تختلف معدلات كلفة التأمين فكلفة التأمين تختلف من قرض ودين إلى قرض ودين أو آدات أخرى فكلما كانت دين أو القرض أو الآدات طويلة الأجل يعني أكثر من سنة تقدم تمتد إلى عشر سنوات أيضا كان المبلغ جدا كبير قد يكون بالملايين أيضا الجدارة الاعتمانية أو حجم المخاطرة فيه مرتفع فهنا بكل تأكيد كلفة التأمين ستكون مرتفعة والعكس صحيح كلما كان حجم القرض صغير قد لا يتجاوز المليون ريال أيضا المدة تكون قصيرة قد تكون مدة سنة أو سنتين وحجم المخاطرة فيه منخفض فهنا بكل تأكيد ستنخفض الكلفة الاعتمان فبشكل عام كما ذكرنا كلما كانت مدة القرض أطول وأدات الدين أكثر خطورة أي ذات جدارة اعتمانية أقل كلما كان العائد أعلى عادة ما يصنف الدين وضمن معدلات العائد على أنه قصير الأجل وطويل الأجل إذن سنصنف أدوات الدين بشكل عام إلى أدوات قصيرة الأجل وأدوات طويلة الأجل أدوات قصيرة الأجل ستكون مدتها لا تتجاوز السنة الواحدة فتكون سنة أو أقل أي أشهر أدوات طويلة الأجل ستكون من سنة وأكثر قد تكون سنتين ثلاثة خمسة قد تستمر إلى عشرين سنة أو ثلاثين سنة ونسميها أدوات دين طويلة الأجل وقد حددت المدة الزمنية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدين قصير الأجل فتكون مدته كما ذكرنا سنة أو أقل أما الدين طويلة الأجل فتتجاوز مدته سنة واحدة تصل إلى عشرون أو ثلاثون سنة مع مرور الوقت إن أدوات الدين طويلة الأجل هل تظل طويلة الأجل؟ لا فقد تصبح قصيرة الأجل عندما يتبقى على استحقاقها أقل من سنة إذن قد أحصل على أدوات دين طويلة الأجل لمدة عشرون سنة هل ستستمر هذه الآدات بمسمىها طويلة الأجل؟ لا عند مرور الزمن وتسديد جزء كبير من هذا المبلغ وعندما نصل تحديدا إلى سنة وينتهي هذا التمويل أو تنتهي هذه أدات الدين فهنا نقول تحولت أدات طويلة الأجل إلى أدات قصيرة الأجل ننتقل الآن إلى المنحنة الزمني لمعدلات العائد وقلنا أن سنتناول ثلاثة من أنواع المنحنيات دعونا أولا نتناول ما هو المنحنة الزمني لمعدلات العائد يقصد به هنا العلاقة العلاقة بين ماذا؟ العلاقة بين معدلات العائد ونقصد فيه الكلفة كم ستكلف معدلات العائد وهنا نقصد نسبة مئوية ستكلف مثلاً 5% 10% 20% أيضاً المدة الزمانية حتى تاريخ الاستحقاق وهي مدة الاستحقاق بناء على درجة خطورة القرض أو الدين المعينة إذن نعود ونقول المنحنة الزمني لمعدلات العائد هو علاقة علاقة بين ثلاثة أشياء بين معدلات العائد ونقصد فيها هنا الكلفة لأتمانية وأيضاً بين المدة الزمانية هل هي قصيرة الأجل أم طويلة الأجل وبين درجة خطورة القرض هل هو مرتفع الخطورة أو منخفض الخطورة نوضح هذا المنحنة الزمني بصرياً من خلال رسم بياني إذن سنمثل هذا المنحنة من خلال الرسم بياني يعرض منحنة العائد أي العائد على أدوات الدين بحسب مدة الاستحقاق المختلفة نعرف هنا منحنة العائد ما هو منحنة العائد؟ عبارة عن رسم بياني يبين العلاقة بين معدلات العائد ومدة الاستحقاق تجدون في الشكل 2-4 رسماً بيانياً يوضح منحنة العائد لمجموعة اقتراضية من السندات الحكومية دعونا نتناول هذا الرسم نلاحظ هنا عزائي الطلاب الطالبات في الشكل 2-4 قمنا بتسمية هذا الرسم وهو مثال على منحنة العائد ونلاحظ أن نوعه هنا منحدر إيجابي وهنا لدي الرسم نلاحظ هنا عزائي الطلاب في الجانب الأفقي تم تمثيل كلفة الاعتمال ونجد أنها ماذا بالنسبة؟ نلاحظ هنا 2% 3% 4% 5% هنا في الجانب العامودي نرى الآن في الجانب الأفقي هنا مدة الاستحقاق ونرى هنا أنها بدأت من شهر ثلاثة أشهر ستة أشهر وصولاً إلى فترة طويلة وهي عشرون سنة دعونا نرى هنا يبين الشكل أن السندات طبعاً هنا الآدات هي سندات يبين الشكل أن السندات التي لها أطول مدة استحقاق إذن هنا مدة أطول مدة استحقاق تحمل أعلى معدلات عائد قصيرة الأجل فمدة الاستحقاق ثلاثة أشهر تحقق عائد بنسبة 2.99 نرى هنا أين؟ نرى هنا المدة ثلاثة أشهر عفواً نرى هنا المدة ثلاثة أشهر كم حققت من نسبة عائد هنا؟ إذن هنا هي حققت نسبة عائد بنسبة 2.99 فيما تحقق السندات بعد خمس سنوات عائد بنسبة 3.63 أين خمس سنوات؟ نرى هنا؟ هنا خمس سنوات عفواً نرى هنا خمس سنوات خمس سنوات كم حققت العائد؟ نرى هنا فعلاً ثلاثة فاصلة ثلاثة وستون أما السندات التي تستحق بعد عشرين سنة نرى عشرون سنة؟ أين عشرين سنة؟ هنا أحسنتم؟ كم حققت عائد؟ أحسنتم أربعة فاصلة واحد وثلاثون فنرى هنا فعلاً أنها حققت أربعة فاصلة واحد وثلاثون نرى شكل المنحنة هنا أعزائي الطلاب والطالبات بدأ هنا في البداية من بدأ بشكل مستقيم ثم حقق ارتفاعاً تدريجياً فهنا كلما زادت المدة ارتفعت كلفة الاعتمال لذلك نسمى هذا المنحدر منحدر إيجابي لأنه بدأ من معدل منخفض ومع زيادة عدد السنوات ارتفع هذا المعدل كذلك أن العلاقة بين العائد ونقصد به معدلات العائد والمدة الزمنية هي علاقة إيجابية كما ذكرنا سابقاً بصفة عامة لكن سبق أن لاحظنا عكس هنا سنتناول عكس العلاقة الإيجابية ذلك في بعض الدول وهذا يحدث عندما تتخطى معدلات العائد في السندات قصيرة الأجل معدلات العائد على السندات طويلة الأجل وهو ما يؤدي إلى منحنة آخر يسمى منحنة عائد مقلوب بمنحدر سلبي سنفهم أكثر الآن من خلال الرسم نرى هنا في الشكل 2-5 لاحظوا مثال على منحنة العائد بمنحدر سلبي كيف حدث هذا المنحدر السلبي؟ نلاحظ مثالاً لهذه النقطة في الشكل 2-5 حيث حققت سندات تستحق خلال أقل من عام عائد بنسبة 14% نرى هنا أين عام؟ نرى هنا سنة واحدة كم حققت؟ حققت هنا فعلاً 14.7% فهنا نلاحظ أن على أنها مدة قصيرة لمدة سنة إلى أن العائد ماذا؟ هل هو منخفض أم مرتفع؟ أحسنتم هو مرتفع فحققت دين طويلة الأجل استحقاقاً بعد 10 سنوات عائداً بنسبة 13% يمكن أن يحدث هذا المنحنى نتيجة لماذا يحدث هذا المنحدر السلبي؟ نتيجة بيع البنك المركزي في الدولة سندات دين حكومية قصيرة الأجل بسبب التضخم إذن هنا أنا لدي مشكلة اقتصادية وتناولناها إذا تتذكرون عزائي الطلاب والطالبات سابقاً في مقرر مبادئ الاقتصاد فهنا لدي مشكلة التضخم وتريد الحكومة أن تعالج هذا التضخم من خلال بيع البنك المركزي في الدولة سندات دين قصيرة الأجل في حركة تهدف إلى امتصاص الأموال الاعتمانية من خلال خفض المعروض النقد المتداول وخفض قدرة البنوك على الإقراض حيث أن دفع المال إلى البنك المركزي لشراء هذه السندات سوف يقلل النقد من النظام المصرفي إذن أنا هنا لدي مشكلة التضخم معاني منها الاقتصاد ارتفاع في العام في الأسعار والخدمات وتريد هنا الحكومة أن تعالج هذا التضخم من خلال سحب السيولة فهنا تقوم بإدراج أدوات دين تكون عادة مرتفعة الفائدة أو مرتفعة العائد لذلك يحدث لدي منحنة سلبي نتيجة لهذا البيع ينخفض سعر السندات ويرتفع عائدها فيما تستجيب عائدات كافة أدوات الدين إلى التغيرات على مستوى المعروض الاعتماني ويحقق بيع السندات قصيرة الأجل أكبر أثر في معدلة قصيرة الأجل في الشكل 2-5 تخطي العائد قصير الأجل معدلة طويلة الأجل وهو مما أدى إلى منحنة عائد مقلود وفعلا هنا نلاحظ أن العائد بدأ مرتفعا ثم اتجه إلى الانخفاض يمكن كذلك أن يكون منحنة العائد مسطحا هنا ننتقل إلى النوع الثالث ونلاحظونا في الشكل 2-6 مثالا على منحنة العائد بمنحدر مسطح كيف يحدث المسطح؟ إذن يكون ذلك منحنة العائد مسطحا نوعا ما في بعض الفترات إذن ليس يحدث دائما ويشير ذلك إلا أنه لا يوجد فرق كبير بين معدلات العائد وبين السندات قصيرة الأجل ومعدلات العائد على سندات طويلة الأجل طبقا لما هو مبين في شكل 2-6 نرى هنا مدة الاستحقاق شهر بدأت من 3% نرى هنا أطول مدة هي 7% ونلاحظ أن كلفة الاعتمال لم ترتفع كثيرا حيث أنها ما زالت بين 2 و 3 نرى هنا شكل المنحدر كأنه شكل مستقيم أي مسطح نصل الآن عزيزي الطلاب والطالبات إلى نهاية درسنا لهذا اليوم ألقاكم في درس قادمة بإذن الله تعالى وإلى اللقاء ألقاكم في درس قادمة بإذن الله تعالى وإلى اللقاء